اشتركوا في القناة لما بنستعين بربنا في كل مرة بننتصر على الشيطان وبينجيبه بالضربة القضية وبينجيب لمسة اكتاف وان شاء الله الاله ده هتكون يعني جولة كبيرة قوي قوي بنخدها ضد الشيطان اللي قدر يزين لكتير من الناس بكل اسف إن لم تكن اسدا اكلتك الذئاب فبالتالي لابد ان انت تكون انسان شارس جدا وبتتعامل مع الناس من منطلق اتغدى باخوك قبل ما يتعاشى بيك وحاول تتعامل مع الناس بشيء من الشراسة وسوق الخلق عشان تقدر تاخد مكانتك وتقدر تاخد حقك وإلا هتتاكل وسط الناس دول كلهم وبدأت السموم دي تنتشر بين كتير من الناس من خلال ان هم يحطها مرة في فيلم ومرة في ابنية ومرة في مصرحية لحد ما تلسخ في اذهان الناس ان الانسان الحسن الخلق دوت للأسف ما بياخدش حقه وان الانسان لو ما كانش يسوق خلقه ويبقى صوته عالي ويتعامل مع الناس بشراسة هو ده بس اللي بياخد حقه والكلام ده كله باطل وكله غلط تعالوا نصحح المفاهيم وتعالوا ننتصر على الشيطان ونجيبه لمس اكتاف في الجولة ديت ونقول للدنيا كلها في صراع مع سوق الخلق نقول يا جماعة دينا دين الأخلاق دينا هو يعني اسم دين في الكون ده كله بيادعوا للأخلاق مؤسس اصلا على حسن الخلق قال حبيبنا بتصلى عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او صالح الأخلاق صلى الله عليه وقاله وسلم والحديث نفس يا جماعة بيدل على قمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم ليه يا جماعة النبي بيقول ايه انما بعثت لأتمم فلم ينكر جهود الانبياء اخوانه اللي قبله اللجوم دعوه للأمم من قبله لحسن الخلق النبي لم ينكر دعوتهم ولم ينكر جهودهم وقال انا جيت عشان اكمل ما قالش أنا بس اللي جيت أدعى لحصن الخلق ومحدش غيري دعا إلى حصن الخلق بالعكس عمره ما نسي أبدا فضل إخوانه الأنبياء صلواته ربي وسلامه عليه مجمعين إخواني وأحبابي دين نهدين عالمين أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين آخر صورة كل أعوذ برب الناس حبيبنا صلى الله عليه وسلم ربنا قال عن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو نفسه لما وصل المؤمنين قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن والنبي هو الأسوة والقضوة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كان حبيبنا صاحب الخلق العالي اللي ربنا وصفه أجمل وصفة في الكندة كله قال وإنك على خلق عظيم تخيل أنه كان بيستعيذ بالله من سوء الخلق كان يقول اللهم هديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت والحديث روه مسلم وكان يعني كما وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وكما قال ابن عمر لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفاحشا وكما قال أنس بن مالك كان رسول الله أحسن الناس خلقا ولما سأل هشام بن حكيم أمنا عائشة وقال كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقوه القرآن كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع بأبي هو وأمي ونفسه روحي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف صفحات مشرقة يا جماعة علشان نغير فهمنا أن عمر ما كان سوق الخلق هو اللي بيجيب لك حقك وحتى لو قدرت في يوم الأيام تاخد حقك بسوق الخلق أكيد هترك بصمات سيئة في قلوب الناس وخصوصا لو كانوا مش مسلمين هيقولوا هم دون المسلمين وهي دي أخلاق المسلمين وعمر ما كان ده أبدا يكون بيجره مصطحة لا على الإنسان ولا على أمته ولا على دينه بالعكس أنت حتى لو ضاعت بعض المنافع الشخصية بتاعتك في سبيل أن أنت تنفع دينك وبلدك وتنفع مجتمعك فأنت الكذبان أكيد بفضل الله سبحانه وتعالى وفي ديننا بتذوب المصالح الشخصية وكل إنسان بيضحب كل ما يملك عشان يخدم دينه ويخدم بلده وهو ده المسلم الحقيقي اللي فعلا بيضحب كل حاجة ابتغاء مرضات الله تعالوا نشوف أسوتنا وخدوتنا كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بيحكي موقف جميل أوي بيقولك أنت ماشي مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روال بخاري ومسلم فبيقول فجيه واحد أعرابي والأعراب كان ليه معاملات كده صعبة شوية فجيه جذب النبي من توب ومن وراء وخنأ النبي وبيقول له أعطيني من مال الله فاستدار النبي إليه وابتسم صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العالي الرفيع وابتسم وأمر له بعطاء بالله عليك لو أنت مكان ده بكت عملته واحد بيخنؤك وبيقولك أعطيني مما أعطاك الله طبعا كنت هتديله يعني أنت عارف هتعمل فيه وطبعا إحنا على حالة مصرع كنت هتأخد راحتك لكن شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بعمل إيه لما المسألة كانت تمسه هو شخصيا لا يغضب لنفسه أبدا لكن لما تكون المسألة تمس يعني هذا الدين يعني كان على طول كان يغضب لله سبحانه وتعالى إنما النفسه عمره مغضب لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام والحديث روال مسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم قعد في المسجد وحوالين الصحابة وفجأة واحد أعرابي دخل المسجد وساب الدنيا دي كلها ودخل المسجد عشان يقضي حكته أمام النبي تخيل حضرتك لما تكون أنت رجل دعاية أو شيخ وقعد في المسجد وسط تلاميذك وواحد يدخل أعزك الله يقضي حكته في المسجد في بيت ربنا هتعمل إيه؟ التصرف اللي ممكن يصدر منك أنا واحد من ناس يعني رغم إن إنسان يعني عندي حلم شديد جدا اللي إني في الوقت ده أنا بجد ما عرفش أنا ممكن أتصرف إزاي لكن شوف النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم في الصحابة لما شوفوا منظرة الله صيوفه عزيز يضربوه قال لا تذرموه لا تذرموه يعني لا تقطعوا عليه بولة سيبوه عشان ما يتضرش ثم انتظر حتى ينتهي ثم قال النبي الأصحابي أهريكوا على بوله سجلا أو زنوبا من الماء حتى تطهر الأرض ورحمة نادر الراجل قال له يا أخ العرب إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك القادرات وإنما هي للتسبيح والتهليل وكراءة الكرآن والصلاة والذكر فقال أعلم وإنما جئت لأختبر رحمتك فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا الجماعة اللي انت الله سيوف دلت ما ترحمهمش أبدا يا رب فضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا يعني ربنا بيقوله ورحمتي واسعت كل شيء وإنت ترحمش حد غير أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا الله عز وجل يقول ورحمتي واسعت كل شيء شفت أديه تفاعل هذا الرجل في رواية تالتة عند ابن ماجة أن هذا الرجل بعد ذلك تفقه وكان من فقهاء الصحابة رد الله عنهم وأرضهم موقف ثالث عيب جدا كان فيه صحابي اسمه معاوية ابن الحكم السلامي والحديث لو مسلم كان موجود مع النبي ومع الصحابة أيام كان في بداية الصلاة يباح لهم الكلام أثناء الصلاة سافر معاوية ونزل الحكم بتحريم الكلام في الصلاة هو لا يدري فلما عاد من الصفر دخل لهم بيصلهم فدخل يصل معهم فهو بيصل معهم واحد عطس فهو في وسط الصلاة بيقول له ورحمكم الله فالصحابة قاعدوا يبصولوا إيه ويعني برقولوا عشان يسكت يعني فبيقولهم فيه إيه يعني أنتوا بيبصولوا كده ليه أخي بقى أنا بحاول أبصت لك الحديث يعني بيبصولوا كده ليه فقعدوا يخبطوا على أفخادهم عشان يسكتوهم فقلت يعني واثك لأمياء وإيه اللي حصل يعني وانا عملتها غلط فبعدا ما خلص الصلاة بيقول فوالذي بعث محمدا بالحق ما رأيته معلما أرحم منه من قبل ولا من بعد والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي للذكر والتكبير والتسبيح وقراءة الكرآن شوف فتعلم بكل بساطة شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ييجي واحد للنبي شاب صغير ييجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله والحديث لو أحمد بسند صحيح يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنة طب بالله عليك أخي وحبيبي لو أنت رجل داعية وجاي لك شاب بيقول لك ائذن لي في الزنة هترد عليه تقول له إيه شوف النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم رح مقربه ورح حاطت إيده على رجليه وقال له أترضاه لأمك قال له لا جعلاني الله في ذاك يا رسول الله أترضاه لأختك لعمتك لخالتك ورح يجيب له كل النساء العيل قال له لا جعلاني الله في ذاك يا رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم إلى غير ذلك ثم وضع يده الشريفة على صدري ودعا له وقال اللهم اغفر الذنبة وطهر قلبه وحصن فرجة يقول الصحابي هذا فوالله خرجت من عند النبي ولم ألتفت إلى شيء من ذلك أبدا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم اقترض عشرين صاع من طمر من واحد من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة فلما الرجل ده جاله قبل ما عاد السداد يعني هو المفروض يؤدي مثلا في أورمدان جاله في أول شعبان ودخل يكلم بسوء أدب وعمر بخطاب واقف بيقول له يا محمد أنت بانوا عبد المطلب قوم مطلم في الأداء دايما بيتمطلوا وتتعبون فأدي ما عليك يا محمد فعمر بن الخطاب يعني برأيت كده وقال له أتقول هذا لرسول الله وأنا أرى وأسمع يا عدو الله والله لو لأني أخشى غضب رسول الله لأطحت بعنقك فسيدنا النبي عليه السلام قال له يا عمر ما أردنا منك ذلك قال فما أردت مني يا رسول الله قال أردت منك أن تأمرني بحسن الأداء وأنت أمره بحسن الطلب قل لي يا رسول الله أدي ما عليك قل له هو يطلب بأدب ثم قال له النبي عليه السلام اذهب به يا عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطيه عشرين صاعا من طمر وزده عشرين صاعا جزاء ما روعته من تخضيته يا سيدنا عمر فسيدنا عمر خد هذا الرجل وما عافش هو مين هم ماشيين مع بعض رجل بيقول له ألا تعرفني يا عمر قال لا من أنت قال زيد بن سعنة قال خيبك الله أنت حبر اليهود قال له أيوة قال له من الذي يحملك أن تصنع هذا مع رسول الله قال يا عمر لقد قرأت صفة النبي في الطورات كاملة فاستوسقت من كل شيء إلا أمرين علمت أنه يسبك حلمه جهلة ولا يزيده شدة الجهلة عليه إلا حلما أما وأني قد رأيتهما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل المواقف الجميلة من خلق النبي وأصحاب النبي والتابعين بعد ذلك ولكن بعد الفاصل صلى الله على حبيب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلنا ومرحبا بإخواني وأخواتي مع المصارع أخوي وحبيب النهاردة إن شاء الله نجيب لمس أكتاف للشيطان إن شاء الله ونقول للدنيا كلها مفيش حاجة اسمها سوق خلق نجيب بحقنا حقنا بيجي بحصن الخلق وإن لم يأتي في حقنا مضمون دنيا وآخرة وربنا هيكلمك وشفت قديه بحصن الخلق تقدر تيجيب اللي أنت عايزه ولا عايز أقول الحاجة زارة ده على كل المستويات ما حتى بين الزوج والزوجة الزوجة لما تعوز تطلب عينين الزوج تطلبها بحصن الخلق قوتك في ضعفك ولما واحد يعوز تطلب حاجة من أي حد يطلبها بزوء هجيله ولما تعوز تجيب أي حاجة بالزوء وبالأخلاق بفضل الله هتتحصر على ما تريد أما المبدأ الشيطاني الهدام اللي هو كن أسدا حتى لا تأكله كذياب اتغدى بأخوك قبل ما يتعش بيك ده مبدأ شيطاني إحنا عايزين نلغي كل المبادئ الهدامة ونقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبر أن يعني وأتبأ السيادة الحسن تمحوها وخالق الناس بخلق حسن خالق كل الناس أي كانوا على اختلاف ملتهم وعلى اختلاف ديانتهم أنت بتعامل الناس على أنهم ناس بتعاملهم لله سبحانه وتعالى إذا كان إحسانك لقطة ربنا بيكرمك بيه دخلت امرأة من النارة في هرة لأنها أزيتها وفي المقابل امرأة بغي أدخلها الله الجنة وغفر لها ذنوبها بسبب أنها سقط كلبا فإذا الإنسان لما يحسن لأي شيء في الكون ده كله والإحسان شيء جميل جدا جدا تعلمناه من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف موقف عجيب جدا في يوم الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للصدقة فعمر بن الخطاب جاء بنصف مالي وأبو بكر جاء بكل مالي وعصمار بن عفين تصدق بعدد كبير جدا من الضلاهم الذهبية إلى غير ذلك فجاء واحد صحابي قعد يبحث عن أي حاجة أتصدق بها فلم يجد شيئا فقال اللهم إني ما وجدت شيئا أتصدق به فاللهم إني أشهد كأني قد تصدقت اليوم بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد عفوت عنه وأنت أولى بالمسامحة فاعف عني وسامحني يا سلام على الخلق الجميل موقف عجيب جدا جدا كان فيه تابعي جليل اسمه إبراهيم بن أدهم في يوم الأيام جماعة ماشي في الشارع فقبله واحد يهودي وعزكم الله معا كلب كده بيجر بسلسلة فحب يستفز إبراهيم بن أدهم فقال له يا إبراهيم قال ماذا تريد قال ألحياتك خير من دنب كلبي يعني أعزكم الله دي للكلب ألحياتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحياتك فإبراهيم بن أدهم يعني أنا مش حارف يعني سبحان الله الناس دي شوف الخلق يا أخ الجميل تماسك بشكل عيب جدا قال له والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحياتي في النار فدنب كلبك خير من لحياتي ولو كانت لحياتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحياتي خير من دنب كلبك فتبسم اليهودي وقال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي فيهم الآن مواحد للإمام الشافعي اللي هو يعني كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان كما قالت الميزه الجليل الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا في يوم الأيام يجيره واحد ويتجرأ على الإمام الشافعي ويقول له أنت الشافعي قال أجل قال إنك فاجر فاسق فتبسم الشافعي وقال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي يا أرحم الراحمين وإن كان عبدك هذا غير ذلك مرضش يقول أنه كادب وإن كان عبدك غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه فكان الشافعي رحمه الله من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل بعد هذا الموقف الجميل ولذلك حبيبك وحبيبنا وحبيب الدنيا كلها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بيحذر الكون دا كله من سوق الخلق سوق الخلق يا جماعة مغبته صعبة جدا جدا عشان كده ما فيش أجمل من حصن الخلق وحصن الخلق ما هواش زي ما الناس فهمه هو ابتسامة وكلمة حلوة وبس بالعكس حصن الخلق بيكون مع الله بإن أنت تسمع كلام ربنا وتنفذ أمره وتسمع نهي وتنتهي حصن الخلق مع رسول الله بإن أنت تطيع النبي وتتبعه حصن الخلق مع كتاب الله أن أنت ما تهجرش الكرآن حصن الخلق مع الملائكة أن أنت تحترم موجود الملائكة معك فلا تقولوا سيئا ولا يرون عليك سيئا ولا يكتبوا عنك سيئا سبحان الله حصن الخلق مع الناس وأولى الناس بعد الرسول والصحابة هم الأب والأم الوالدين وبالوالدين إحسانا أنشكر لي ولوالديك إذن فالمسألة حصن الخلق موضوع كبير جدا جدا لا يتوقف على مجرد كلمات طيبة أو بسمة حانية تعالوا نشوف حبيبنا إزاي حذرنا من سور الخلق قال صلى الله عليه وسلم كما في الصعيحين سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيام بحصن الخلق وإن الله يبغض الفاحشة البذيء يا سبحانك يا ربي تخلم واحد يعيش في كون ومالك الكون وصاحب الكون بيكرهه كيف يعيش اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالولي يا رسول الله إن فلانا تصلي وتصوم وتفعل وتتصدق وغير أنها تؤذي جيرانها هي ستة ما شاء الله في العبادة الله أكبر أختي ملتزمة وبتصلي وبتصوم وبتتصدق وبتروح تحج كل سنة وبتعتبر وبتعمل كل حاجة لكن أخلاقها سيئة بتأذي جيرانها قال لا خير فيها هي في النار فقيل له وهناك فلانا يعني لا تصلي إلا المكتوبة ولا تؤدي إلا الفرائد لكنها حسنت الخلق مع جيرانها قال هي في الجنة يا سلام سبحان الله يعني وحدة عبادتها ما نفعتهش مع سوق الخلق والتانية قليلة العبادة ما بتفردش في الفرائد هي بتصلي الفرائد بس ورغم ذلك حسنت الخلق فكان ده سبب أنها تخش الجنة في فضل الله سبحانه وتعالى سوق الخلق يخلي الإنسان مبغوض عند ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله يبغض الفاحش البذيء سوق الخلق يخلي الإنسان يوم القيامة أبعد ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم أو ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالوا بل يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا ثم قال لهم وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قال يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون هيكونوا أبعد الناس عن رسول الله يوم الإيامة لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند الحوض أبعد إنسان عنه وأسوأ الناس خلقا وأقرب إنسان إليه هو أحسن الناس خلقا يعني ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وإذنك تعالى نشوف سلفنا الصالح كان موقفهم إيه من سو الخلق سيدنا عيسى بن مريم بيحكى عنه في الأثر الجميل إنه في يوم الآيام كان ماشي مع بعض أصحابه فأعزكم الله لقى خنزير معدي فقال له مر بسلام بيقول للخنزير مر بسلام فقالوا يا عيسى عليه السلام أتقول هذا الكلام الطيب لخنزير قال أجل إني أخشى أن أعود لساني منطقة السوء بيقول لهم أنا محبش أن أعود لساني على الكلام الوحش لو قلت كلام وحش لحيوان زي دوة ربما لساني يتعود على الكلام الوحش فأقوله الإنسان مؤمن شفت قديه بيعود لسانه وما يقولش كلمة وحش أبدا سبحان الله يقول وهب بن منبه إن مثل السيء الخلق كمثل الفخار عارف الفخار شفت ديه بيقولك كمثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد مرة أخرى طينا يعني لا ينفع تصنعها تاني ولا ينفع ترقعها خلاص هي ضاعت ويقول يحيى بن معاذ سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات وحصن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات وقال حسن رضي الله عنه ورضاه من ساء خلقه عذب نفسه ولذلك تعالوا نشوف دعوة عظيمة جدا من صاحب الخلق الرفيع اللي ربنا ألعنه وإنك لعلى خلق عظيم بيدعو الكون كله لحصن الخلق عشان نعرف يا جماعة إن الدنيا عمرها ما كانت عافية وعمرها ما كانت اتغدى بخوك قبل ما يتعشى بيك وعمرها ما كانت بالصوت العالي تاخد حقك وبالمعاملة الوحشة الناس تخاف منك يعني سبحان الله في يوم الأيام كان حبيبنا عند أمينا عائشة صلى الله عليه وسلم وبعدين واحد رحم نادي فالنبي على السلام قال بئس أخو العشيرة فلان فلان بئس أخو العشيرة ثم أذن له فدخل الرجل فهش له النبي وبشة يعني وتعامل معه معاملة طيبة فلما خرج الرجل تعجبت أمينا عائشة قالت يا رسول الله قلت أنه بئس أخو العشيرة وفعلت ما فعلت عملت معاملة حلوة قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة يا عائشة من يدعوه الناس اتقاء فحشي في بعض الناس جماعة بتضطر أن أنت تتألف قلبه مش لأنه كويس ولأنه يستحق المعاملة الطيبة لأنه إنسان شرير ما ينفعش تتعامل معه إلا بالمعاملة الطيبة ديت وإلا هينالك من أذى هذا الإنسان الكثير والكثير فمش كل إنسان بيتعامل معاملة كويسة إنه هو بيستحق المعاملة دي في إنسان بيبقى الشر غالب عليه وطافح عليه لدرجة أن الناس بتتألف قلبه عشان ما تصبش بأذى هذا الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم بيوضح لك ترمومتر الإيمان في قلب أي عبد قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم يوم الأيام هتدرك بحسن الأخلاء درجة الإنسان اللي بيصوم لا يفطر والذي يقوم ولا يفطر ويقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج قال صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أو إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه تعالوا يا جماعة نحسن أخلقنا مع الناس تعالوا نحسن أخلقنا مع الكون ده كله مش لازم فقط أننا أتعامل مع المسلم بس بحسن الخلق أعمل أي إنسان في الدنيا وده وصية نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قاله وخالق الناس بخلق حسن مش عشان دوت ما هواش مسلم أعمله أسوأ معاملة في فرق بين الولاء والبراء يا جماعة عشان نفهم المسألة في فرق بين حسن الخلق اللي بيشترك فيه جميع الناس حسن أخلاقك مع الناس بنيت دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى أنت لما تكسب واحد أيا كانت ديانته لما تكسبه في صفك ويحب الإسلام ويحب المسلمين ربما في يوم الأيام يسلم ويكونوا أخا لك في الله وتبقى أنت اللي كسبت بفضل الله سبحانه وتعالى حضرتك لو تتذكر أن يا مناس كتيرة جدا يا جماعة دخلت الإسلام بسبب الأمانة والصدق والوفاء والإخلاص والأخلاق الطيبة اللي شفوها من تجار المسلمين كان التاجر يقف بحسن أخلاقه وغض بصره ومعاملته الطيبة وحفظ لسانه والمعاملة الطيبة السمحة والأمانة في البيع والشراء كان عدد كبير جدا من المشيكين ومن الكفار كانوا بيدخلوا في الإسلام بسبب حسن الخلق تعالوا نحسن أخلاقنا عشان نعرف الكون ده كله أن يدن دعوة أخلاقية ودن بيدعو لحسن الخلق وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب أسم رسالة أخلاقية في العالم كله هو اللي ربنا قال عنه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم تعالوا نحسن أخلاقنا وبكده نكون بفضل الله جبنا الشيطان لمس أكتافه وضربناه بالضربة الأضية وما يكونش ما بيننا بعد كده سوء خلق أبدا وأكيد بحسن أخلاقك والله هتكسب العدو قبل الصديق وهتكسب البعيد قبل القريب وهتكون محبوب لقلوب الناس جميعا بحسن أخلاقك وأتحبب الناس في دينك وهتكون صورة طيبة ودعوة طيبة عملية لدين الله سبحانه وتعالى اللهم حسن أخلاقنا اللهم اغفر ذنوبنا أسطر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم من كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا أرزقنا جميعا حسن الخاتمة أرزقنا جميعا حسن الخاتمة سطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اسخنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأكمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته